تشهد مملكة البحرين اليوم صمتاً انتخابياً من خلاله تتوقف الدعاية الانتخابية عن جميع أعمال الدعاية الانتخابية وذلك قبل انطلاق جودة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية 2022 يوم غد السبت نعم هذا وكانت الجولة الأولى للانتخابات قد شهدت مشاركة شعبية واسعة بلغت 73% حيث سطر المواطنون فصلاً جديداً من فصول المشاركة السياسية الحرة التي تعد من أهم ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم كما عكست هذه المشاركة الشعبية الواسعة في الجولة الأولى للانتخابات وعياً كبيراً من قبل المواطنين بهمية الدور الذي يقومون به في الحياة السياسية من خلال اختيارهم لمن يمثلهم في المجالس المنتخبة جرت العملية الانتخابية في جولتها الأولى بكل يسر وسهولة في ظل إجراءات سلسة ومحكمة ضمنت سلامة الانتخابات بكل مراحلها وبإشراف قضائي كامل بدن من كشوف الناخبين حتى أعلان النتائج النهائية